بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعض وبعد فهذه خراءة للكتاب الوجيز النظام في إظهار موالد الأحكام من تألف الإمام المعي محمد بن يوسيقى الكافي جي الحنفي الرومي المطافة فسنة 899 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي هدانا بفضله لمذلك الأحكام والصلاة والسلام على رسوله المبعوث لبيان الحلال والحرام على أهل وأصحابي أولي الخير الكرام وبعد فهذا كتاب الرمز للمدارك على طريقة السلف والخلاف بأخصر الكلام وفيه مرصدان يطلعان على خزائن فرائد فوائد بحر المرام في سلك حسن قبول والانتظام بطيب الختام فالمرصد الأول في بيان ما يتعلق بالمدارك وما يناسبها فأقول طريقة السلف هي أن يأخذ الأحكام من النصوص بحسب معرفتها بلسان العرب مع صفاع يقول بمعنى الشك والشبه لكونه من خير القروني أو في القرب منه معنى فيهما إمثا كالنجوم وقلة الحوادث فيهم لا يحتاجون في ذلك إلى تحصيل استراحات العلوم المدونة لمن بعضهم كالنحو والصرف والأصول وغيرها مثل احتياج الخلاف إلى لكونهم أغنياء عنه على طرف التمام بجودة سليقتهم واستقامة أذهانهم في درك المعاني من طرقها بأحسن ما يكون فإذا كانوا بهذه المنزلة الشريفة كانوا عن التفات إلى سمت جهة تحصيلها والعمل بموجة بما تعمق فيها الخلاف وعلى أجناس وأنواع وأصناف وكتب وفصول وأبواب على ما حرروا فيها بمراحل فيكونوا غناهم عما ذكر متحا لهم وحسن ثناء عليهم وأما سأضن بطريقتهم فحاشاهم عنه ثم حاشاهم وأما الخلاف فهم ليسوا كالسلف فيما ذكر فأحتاجوا في أغذي الأحكام من طرقها لتحصل العلوم المدونة المذكورة بأحسن ما يكون والاستخراجها منها على حدها ووجهها على سبيل ضبط المقصود منها على حده ووجهها على ما ينبغي ولأجل هذا كثرت الاختلافة فيما بينهم وذكرت في كتبه من مذاهب المختلفة واختلطت مسائل بعض العلوم بمسائل بعض الآخر لما ساست الحاجة إليه فالخلاف في هذه المنزلة النفيسة يستحقون الثناء عليهم فجزاهم الله عن خير الجزاء ومصدق وهذا قول النبي صلى الله عيسى مختلف أمة رحمة وكذا قوله عليه الصلاة والسلام مثل أمتي مثل مطل لا يدرى أول خير أما آخر وكذا قوله عليه الصلاة والسلام ربح من الفقين لمن هو أفقه منه فكيف لا وإن القرآن موشز باق فيه علوم الأولين والآخرين وقد اشتغل هذا الخبر المقبل عند الكل يحمل هذا العلم من كل خلف ودوله ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطرين وتأويل الجاهلين ولأجل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله وقال المجتهدي في هذه الأمة إلى يوم القيمة كما قال العلماء العلوم تزداد بتلاحق الأفكار يوما فيوما فصار قوله من قال كم ترك الأول الآخر مثلا مشهورا في هذا المعنى ومن ونشأ قوله من قال وإذا كنت بالمدارك غيرا ثم أبصرت حادقا لا تماري وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس الواب بالأبصر كما نشأ من قوله من قال ومن كملت معانيه وتمت يرى الأشياء كاملة المعاني والمرصد الثاني في بين ما يجوز الخلف أن يخذوا معرفته بعض الأحكام كما يجوز لو من يجتادوا فيه إذا كانوا عالمين بالطريقين على أحسن ما يكون فأقول أما بين الأول فيجوز العالم بأن يستنبط جواز جعل الإنسان ملكه وقفا على فقراء من ظهر عموم قول الله عز وجل فاستابقوا الخيرات وقوله وما تفعلوا من خيرين فإن الله به عليم ونحو ذلك وجزو الله وأيضا أن يأخذ جواز جعل الواقف نفسه وناظرنا على وقفه أيام حياتي من أطلق قوله تعالوا فعالوا الخير لعلكم تفلحون ومن دلالة النص الدالي على جواز جعل غير الناظر علينا قول الله عز وجل وتعاون وعمل بري والتقوى مثلا ومن موجة بالقاعدة الشرائية المناسبة لرعاية مصالح العباد حتى لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول حتى لو عرضت على العقول لتلقتها بالقبول أي قبول على ما تسمع وترى بحيث لا شك فيها ولا مرى أي قبول على ما تسمع وترى بحيث لا شك فيها ولا مرى أفتشك في هذا كلا فكلا ثم كلا فإن قلت ما هي تلك القاعدة قلت وإي قولنا إن الله عز وجل قد جعل زمام التصرف في الخيرات كلها في دفاع الخيرات إما في ذلك من الهاتف مصارح الابادي مثلا وهي مسلمة مقبولة عند أهل الشرع والعقل من هنا نشأ قول من قال إن الأحكام كلها في جميع من الهاتف الشرع من لدن آدم عليه السلام اليوم من هذا تدروا مع الهاتف مصارح الابادي وجودا وعذبا وقريبا من هذا قول من قال جميع العلوم كلها تندرج تحت ذائرة ضبط قولك الصدق مع الحق والخلق مع الخلق ومصداق وذلك قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم القدر شرع النبي صلى الله عليه وسلم من الحمد ذوك بقوله عليه السلام لو كان مساحيا لما واسعوا إلى اتباعه لأجل هذا أجمع الكل على أن أحكام الله تعالى معللة من مصالح العباد وإن وقع الاختلاف بينهم في أن أفعل الله عز وجل معللة هذا وهكذا يجوز له أن يستنبط جواز جعل غلتي وقفي على نفسي أيام حياتي من اطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك بدون احتياج فيه للتمسك بقول مشتهد في قول أبي يوسف رحمة الله تعالى مثل تنبيه فإن قلت لما قررت قاعدة المقتضي في أصول الفقه بأحسن ما يكون في نحو قولك أعتق عبدك بألف فليمكن أن يستفاد حكم الاتباة في المستثنى في قوله لا إله إلا الله بالعادة قاعدة المقتضي وهنا بدون احتياج فيه للقول بطريق اللغة ولا إلا القول بالإشارات ولا إلا القول بالضرورة في ذلك على مختلف القوم في ذلك فذهب إلى الأول بعضهم وذهب البعض الآخر إلى الثاني كما ذاب القاضي إلى الثلاث على ما فصل في مقامي أحسن تفصيل قلت لا شك في ذلك بل هو المقتر عندي فإذا تقرر عندك ما ذكرنا من الأصول والقواعد فقس على من والي ما عدا فتوكل الله هو المعين الميسر لكل عسير قال الله تعالى وتلك الأمثل نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فإن قلت فإن يكون فيما ذكرته فإذا قلت نعم بل في فغايد فالأولى هي التنبيه العام على تحصيني مثل ما ذكرناه لك أنفا والثانية هي التبسيط لكل طالب زكي ذكي والثالثة هي زيادة الاشتياق إليه والرابعة هي الترغيب وتحصيل خيرات الخامسة هي التنشط عن الالتفات إلى صوب التقاعد والبطلة إلى غير ذلك من الفغايد التي تكاد أن لا تحد ولا تعد وأما بين البحث الثاني على سبيل الإجازة فقبل أن يجوز له وأن يجتهد في أمن من المولي على ما علم حكمه في الشريف ظني نصا وصريحا فيلحقه بما علم حكمه في بجامع بينهما مثل إلحاق بعض المولي بأمن مؤلفة قلوبهم وكألحاق تعليفين من الشهد والتعليم النفع في أمن الدنيا والأخرة بسائل التعليفات في دين الإسلام ونحو ذلك ونحو ذلك ففعل على طراز هذا ما عدد ذلك حتى تنان الفوز بساعدة الدارين فطوبى له ثم طوبى وما بين حسن وجه طيب الختام فذلك بأن أقول قال العلماء القياس مضر للأحكام وليس بمثبت له ولأجل هذا قالوا مستنبط من الكتاب والسنة والإجماع وإن كان أصلا بالنسبة للأحكام التي تستنبط منه وأقول قبل الفقاء لمن واجب النصات واجبة نصم واجب الحاج واجب من غير ذلك من الأقوى الكثرة جدا قضايا شرعية عملية فرعية لها تعلق بالاجتهادات الصادرة عن المجتهدين واجه من وجود التعلق وأكد الأمر في استنبطة الحاصلة منه في ليست عينها ولا العلم بها عين العلم ولا العلم بها عين العلم وللشهادات ففهم هذا فإن في فوائد جالية شيفة وقواعد محكمة نفسة ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تذنيب تحليل العام بصيغة ومعنى واستعماله على وجوه ودلالة وإفادة حكم وإفادة حكم الاعتقاد بمضمون على سبيل التحقيق والتدقيق إن موامنات بطريقة الخلف وكذا الأمر في الخاص وفي غيره فلنكتفي بهذا القدر اليسير لأهل الفهم الكرام ولنسميه الكتابة وجيزة النظام في إظهاره موارد الأحكام تم محمد الله وعنى وحسن توفيقي وصلى الله على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه وسلم الله مصلي وسلم وبركة على أبي محمد بعض القلقك ولضا نفسك ونزل نتعرشكم ذلك كما تكلاهي نجيم كل ضيخ فأنت إلى هنا مولى الجميع أبلي في مدينة المستقرة ونسقنة المدينة في باقي وغفر لي ولولدي ولمشيخ المسيبين آمين